هذا برنامج حكومة انتقالية لماذا تصر الكوة السياسية أن ترهك الحكومة انتقالية ببرنامج قد لا تستطيع أو لا يكفي الوقت لهذا ليش ما ركزنا وطلبنا من المكلف ثلاث أربع شغلات مثل ما أرادتها التظاهرات اليوم بسابقة السيد نجم هموة يعني لم يبد تماما بأنها مؤقتة رغم التفاهمات نعم يعني علنيا ورسميا وحتى يعني فيما تنال الثقة بعد ذلك سيصار إلى إعلان رسمي أنه مؤقتة أو من هذا القبيل أو انتقالية يعني كل التخيل أو كل التصور مثل ما يعني مدد شهرين أو ثلاثة على مدة الأخ عبد المهدي رغم الاستقالة ما بعد الاستقالة أيضا شهرين وثلاثة ترى هو بالشهر ممكن أن يحقق رئيس الوزراء الشيء الكثير يعني بالشهر بالشهر الواحد إذا أراد وأحسن النية وتعاونت معه القوى السياسية يعني هو صدر الأمر الديواني بهيكلة الحشد السيد عبد المهدي ومرت شهر وشهرين وأعطى للحشد وفالح الفياض ومدة زمنية أخرى وإلى الآن هو بالحكم وما يجيب طاري الأمر الديواني نيتو بهذا الموضوع مؤقل مصافية إنما لا يقدر على أن يحقق شيء لذلك هو الرجل علاوي السيد علاوي حينما يعني انفتح في هذه التبويبات أنا واثق أنه حتى إذا ناقش مع البرلمانيين واتحدث معهم سواء بجلسة العلنية ما بعد نيل الثقة أو بالإعلان الرسمي المباشر عن هذه المنهاج سيقول لهم ما يتمكن من تحققه ما يمكن أن يحقق بالتأكيد هو يعني يدرك وكذلك اللجان الآن اللجنة التي قرت رغم أنه لجنة الاستشارة والمستشارين رسم السياسات الاستراتيجية في البرلمان قد عقبت وغضبت واستهجنت موضوع اللجنة التي شكلها سيد الحلبوسي معارضين هذا الأمر اعتبروا أنه هو من ضمن تخصصه نعم طيب هنا خليني أختصر الصورة عليك وعلى المشاهدين الرجل أعاد هذا البرنامج ورح يروح يوم الخميس لماذا لا تطلب منه القوى السياسية تقول له له أبو هادي هذا البرنامج خليه يمك أنت يطلب منك أربع خمس مطاليم قتلت المتظاهرين الإعداد لانتخابات مبكرة بوقت محسوم قانون الانتخابات ذن ثلاثة ويضاف إلى واحد اثنين هذا الذي يجب أن يطلب منك الآن حتى تستفاد من الوقت ولا تتفرع بقضايا نراهن ممكن أن تحصل لما تحصل ممكن أن يظهر لنا أحدا في مجلس النواب يتبنى فكرة من هذا النوع وإذا تم تبنيها هل هي صحيحة؟ يعني هو إذا يختصر هذول الأربعة لديك ولدي ولد كل الجهور أهمية فائقة لموضوع محاكمة قتلة المتظاهرين أدركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة